السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم يوم شاء الله رحمن رحيم غدي نشارك معكم وصفة الكريب المالح بالطريقة سهلة وبحشوة مختلفة سريعة التحضير كل شي حماق عليها كي يجيو تماما بحل صندويش اللي كان أخدوه أو لصندويشات طاكوس مدقهم مروع الصراحة نتمين فعلا أنهم يعجبوكم وتجربوهم والنتيجة كيف كتلاحظوا معايا صندويشات اللي كي جيو زوين بزاف بنان 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 غدي يعجبوكم أنا متأكدة اللي جربتوهم كيف ديما ما تنسوش ليه اللايك للفيديو اللي عجبوكم شاركوه مع أحبابكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي ما نطورش عليكم وندوز معكم مباشرة للمقادير وكذلك كيفية التحضير ونبدأوا على بركة الله بتحضير الكريب أو لوصفة الكريب اللي غدي نحتاج لها هنا نصف لتر أو لخمسمائة ميلي لتر ديال الحليب كأسان ديال الدقيق ما يعادل ميتين وعشرين ميلي لتر كلها كأس هنا كيف كتلاحظوا معايا ممتلئ كيوز مية وعشرة جرام حبتان متوسطة من البيض ملح وفلفل أسود حسب الرغبة وعندي هنا خمسين جرام ديال الزبدة نستخدم هنا زبدة حيوانية ممكن تستخدمو حتى زبدة العلب خمسين جرام أولا ملعقة كبيرة ممتلئة غدي ناخد هاد القطعة ديال الزبدة اولا خمسين جرام ديال الزبدة غدي ندير هاكا الدوب وغدي ناخد هنا الخلاط الكاربائي وغدي نضع فيه هنا نصف لتر اولا خمسمائة ملي لتر ديال الحليب غدي نضيف عليه كذلك الحبتان ديال البيض كيف تليكم عندي البيض بحجم لي هو متوسط مش كبار بزاف وكذلك ما يكونوش صغار بزاف فكيف كتلاحظو معايا غدي نضيف هنا البيض على الخلاط الكاربائي غدي نضيف عليهم الملحة والبزار اولا الملح والفلفل الاسود غدي نضيف عليهم كذلك هنا الكأسان ديال الدقيق كلها كأس كيوزن مية وعشرة جرام غدي ناخد هاد الخليط هذا اول هاد المكونات ونطحنهم مزيان 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 حتى كي نسجمو مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا من بعد فقد نضيف عليهم هاد الخمسين جرام ديال الزبدة اللي ذوبتها ونرد المكونات ديال كي يطحنوا مده ديال ثلاثين ثانية تقريبا فقط نسجمو المكونات مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا كنفرغوا في ايناء نخليه جانبا كيرتح هذا الخليط هذا ونضيفه ونحضروا الحشوة إلا كنتم مزربين في هاد الكريب ديالكم فطيبوهم مباشرة ما عندكم مشكل لانا ما فيهم لا خميرة لحتى شي حاجة ممكن يبقى وحتى 24 ساعة في التلاجة وغادي ندوزوا مباشرة للحشوة اللي غا ندفيها هنبتة بالقطاع الدجاج او لصدر الدجاج اللي قطعتوها كشرائح اللي هي طويلة كيف كتلاحظوا معايا غادي نحتاج لها كتوابل شوية ديال الملحة شوية ديال البزار سكنجبير شوية ديال خرقوم بودرة التوم اللي ممكن تعوضوها بفصل ديال التوم محكوك وعندي هنا ملعقة كبيرة ديال الخردل او لا لم تغط صراحة هاد الخردل هادا كيعطيل هاد الدجاج مداق ولا اروع كيجيزوين بزاف بزاف نتمنى فعلا انكم تخدموا فتت بيلة ديال الدجاج اللي ما توفرش عندكم عضوه بملعقة كبيرة ديال الخل الابيض فغادي ناخد القطع ديال الدجاج وغادي نضيف لهم التوابل كاملة نمزج الكل جيدا حتى كيتلبسوا لي القطع ديال الدجاج بالتوابل هنا إلا كان عندكم الوقت فخليوا القطع الدجاج ديالكم كالتب بالمدة أقلوها نصف ساعة وإلا ما كانش عندكم الوقت فمباشرة غادي تدوزوا لطريقات التحضير عندي كذلك هنا بالإضافة القطع ديال الدجاج عندي شرائح ديال البصل وشرائح ديال الفلفل عندي هنا فلفل أحمر وأي لون توفر عندكم وكتوابل ملحة والبزار فقط غادي ناخد هنا ميقلات وغادي نوضع فيها شرائح ديال البصل وشرائح ديال الفلفل نتبلهم شوية ديال الملحة والبزار نضيف لهم كمية قليلة ديال زيت نباتية ونديهم فوق نار اللي هي متوسطة مع التحريك حتى كنت طيب معانا هاد الخضر هادو وكينزلوه في نفس الوقت خديت هنا ميقلات اللي وضعت فيها القليل من الزيت وعلى نار اللي هي مرتفعة كيف العادة كنوضع هنا القطع ديال الدجاج وكان بدأ نشحر فيها حتى كنت نساجم أو لا كنتماسك ليا القطع ديال الدجاج دائما كنشحرهم على النار اللي هي مرتفعة باش ما كيتلقوش لنا هاد القطع ديال الدجاج السوائل وبالتالي غادي جينا دجاج ليهو ناشف وقاسح فكنا نشحره في الاول على نار اللي هي مرتفعة حتى كيتماسك ويحتفظ بالسوائل دياله في الداخل باش كيبقال لنا الدجاج ليهو رطب وفتي ومن بعد كندير نار اللي هي مهي لو كنخليك يكمل طياب دياله على خطره حتى كيطيب القطع ديال الدجاج كده لي كيتشحروا لنا الخضر اللي هي البصلة والفلفلة ورجوع ان شاء الله هنطيبو لكخيب ديالنا فمن بعد ما حضرت الحوشوة خديت هنا ميقلات غير لاسيقال قطر ديالها عندي هنا 22 سنتيم بغيتوا فطائر كبيرة غدي تديروا ميقلات اللي هي كبيرة طبعا اولا اكبر هنا نسخنت الميقلات على نار اللي هي متوسطة كيفشتو معيها وكنناخد كمية من خليط ديال الكخيب وكنحاولها كنوزعوا على الوجه ديال الميقلات حاولوا ان الطبقة ديال العجين ما تكون شغليدة بزيب باش كدلك عفوا الفطائر ديالكم يجيوكم زوينين اولا الكخيب ديالكم يجيوكم زوينين ومن بعد اشتبغيوا تلفوهم يبقى لكم الشكل دياله مزوين فمن بعد ما كنوضع العجين وكي نشوف هكا من الوجه دياله كنقلبوه على الجهة الاخرى وكننبقى به هات الشكل هذا كنضور باش كيطيب لي بالتساوي لكخيب ديال ولي كيطيبه بالتساوي من كيلتا الجهات هنا طبعا كنبقى نطيب لكخيب ديالي من الجهتين بجوج حتى كنتحصل على اللون المناسب لكيكون هكا محمر اولا يعني بني بني فاتح فغادي نبقى به هات الشكل كيف كتلاحظوا معي انا هنا المقلات اللي لحتو مدهنتها لا بزيت ولا بزبدة داك شعيش كنصحكم انكم تستخدموا مقلات غير لاسيقانة كندير هنا لهذا المقلة الصغيرة ديال البغرير بالنسبة للناس اللي كيسولوني ان المقلات او للمقلة ديال البغرير الى طيبنا فيها اللي كخيب وش كتخسر ابدا انا رطيبت فيها اللي كخيب وعود تعود وكن طيب فيها حتى البغرير والنتيجة هي هي كيف ديما سوف نبقى بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معي كان طيب لك خيب ديالي على كلتا الجهاتين حتى كانت تحصل على داك اللي كيف كتشوفوا معي الذهبي المحمر فهد الاثناء هادير انا كان نوضعهم في واحد توب اولا فوق من الديل اللي هو انقي طبعا وكان بقى نوضع واحدة فوق واحدة وكلا واحدة وضعتها فانا كان نغطيها طبعا بالتوب باش ما كينشفوا شيالي كخيب ديالي وكيدروا لي قشرة من الجوانب نكمل لنا الطيب ديالهم كاملين ونرجع ان شاء الله باش نحضروا الفطائر ديالنا فانا احنا من بعد ما كان نحضر لي كخيب ديالي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم وهذا هو الطيب اللي يعني طيبتهم كيكون لون ذهبي محمر كيف شتو معي بالنسبة الكيمية اللي تحصلت عليها اليوم فهي 12 حبة اول 12 واحدة من قياس الميقلات ديال 22 سنتيم كذلك الحشوه هنا من بعد ما وجدتها انا قليت هنا كذلك وحد شوية ديال لي في خيط الدجاج والبصل كذلك الفلفل وعندي هنا شوية ديال الجبن الخاص بالسندويش ممكن ديرو حتى جبن مفروم ولا تصغنوا عليه تماما اولا تديروه شي نوع ديال الصلصات اللي توفر عندكم طبعا هاد الاضافات كتبقى اختيارية فغدي نبدأ مباشرة بتشكيل الكريب ديال لي كان وضع الوجه ديال الفطيرة اولا ديال الكريب من الاسفل وكنناخد هنا القطعة ديال الجبن ديال الصندويش غدي ناخد كمية من حبات البطاطس المقلية اولا اللي في خطبات شكل هادا وكنوضعهم غير في واحد الجانب اولا في واحد طرف كذلك نضيف كمية من البصل والفلفل هنا اي حاجة بغيتوا تزيدوها طبعا كتزيدوها بغيتوا تستغنوا على شي مو كوين ثم كتستغنوا لي من بعد ما كان وضع طبقة ديال البصل والفلفل احمر كان وضع هنا شرائح الدجاج كيف كتشوفوا معايا صافي وكنقفل عليهم هكا من الجوانب وكنلف الكريب ديالي على شكل يعني شكل الفطيرة اللي هم صغيري هنا كيفشتوا معايا انا الحجم ديال الكريب درتهم صغار وكل ما كبرتوا الكريب ديال كمر غدي يجيكم طبعا الحجم ديال الفطيرة اللي هو كبير صافي هنا كلف الفطيرة ديالي اول الكريب ديالي بهذا الشكل هادا كان وضعوه جانبا وغادي نعود معكم واحد اخرى بنفس الطريقة فانا كان ناخد الكريب كان وضع الوجه ديالها من الاسفل كان ناخد قطعة هنا من جبن الصندوش كيف كتلكم جبن الصندوش بغيتوا تضيفوه ضيفوه ما بغيتوش تستغنوا علي بغيتوا تضيفوه جبن موزاريلا جبن احمر اللي عجبكم صلصات صلصات الساموراي صلصة الاندلوسية اي نوع ديال الصلصات اي حاجة انا كان نعود نأكد اللي بغيتو تضيفوه فضل الفطائر هادو ضيفوه ره بحال هم كيجيو تماما تماما بحال اللي صندوش اللي كان ناخدو الفرق هو في العجين طبعا هنا الكريب حتى هم مرة كيجيو زوينين بزاف بزاف القوام ديالهم اكيد مختلف تماما على يعني للمعتاد فانا قد نبقى بها الشكل هادا نلف الفطائر ديالي كاملين نعمرهم ورجع معكم ان شاء الله مختلف فا من بعد هنا ما كان اعمار الكيميه ديالايك خيب ديالي حتى كالتسالالي الحشوه انا شكلت هنا عشرات ديال الفطائر كيف كتشوفو معايا ان اي لو بغتو تقدموهم بهاداك الشكل هاداك راكيب قوزوينين بزاف بغيتو انكم تديدوا تحمرهم هكه شوية في المقلاة فانا أخذت هنا غير المقلاة تقيلة وممكن تدير ره ديفوه فانا كنخلي هاد المرحلة هادي ديال المقلة الاولى انني نحمر هاد الكخيب ديولي او الفطائر ديولي كنخليه يعني قبل التقديم مباشرة باش كيبقوا لي هاد الكخيب ديولي او الفطائر ديولي سخانين وكذلك ياخدوها كواحد اللون وكذلك يعطيهم حتى جمالية ان شاء الله فانا كيفشتو معايا كنوضعهم كنطيبهم من جهة وكنقلبهم على كلتا الجهات يعني الجهات الاربعة كنقن ندور فيهم هكا كيتحمروا في نفس الوقت كيفتليكم كيسخنوا ومن بعد ان شاء الله نقدموهم وكان هذا الشكل نهائي ديال الفطائر المالحة او الكخيب المالح اللي صيبت معاكم اليوم بحشوة الطاكوس او لحشوة الصندويتشات حشوة اللي كتجي زوينة بزاف كتجي اكتر من رائعة كيجيوا بناني بناني صدقوني انهم كيجيوا اكتر من رائعين نتمنى فعلا فعلا انهم يعجبوكم وتجربوهم واكيد غدي ناخد معكم حبة هنا كيفشتوا معايا وغدي نقسمها لكم بشتوفوا الحشوة من الداخل كيفاش كتجي تمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم لانهم فعلا يعني وخر نوصف لكم حتى نوصف المدق ديالهم كيجي زوين بزاف بزاف اللي عجبتكم وصفة اليوم كيف ديما ما تنسوش تخليولي لايك الفيديو شاركوه مع حبابكم صحبكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي وإلا كنتم من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى فكندعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زل الاشتراك او لابوني او لسبسكرايب الموجود اسفل الفيديو فعلوا دائما جرس تنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بالنسبة للناس اللي كيوصلوا ومشي اشعارات القناة فالغيوا الاشتراك وعودوا اشتركوا من جديد مع تفعيل الجرس بعدك انكن وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة